الفوائد المنتخبة من كتاب سير أعلاهم نبلة للحافظ الذهبي يلقيها الشيخ صفيان عايش الدرس الثاني والعشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إقواني في الله فمع عالم من علماء السنة نعيش مع شعبة من الحجاج من كتاب سير أعلام النبلة للحافظ الذهبي ورحم الله أئمتنا أجمعين فشعبة هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بستام الواسطي ثم البصري قال عنه الإمام الذهبي الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث عالم أهل البصرة وشيخها فإذا هذا العالم من البصرة ثم أصبح إماما من أئمتها ودائما إذا ذكرت البصرة ذكر الحسن البصري من التابعين الحسن بن أبي الحسن البصري فلذا قال سكن البصرة من الصغر ورأى الحسن إذن هذه نعمة أنه لقي الحسن البصري منذ طفولته قال وأخذ عنه مسائل إذن من أبرز مشايخه الحسن البصري وقال ولد سنة ثمانين وقيل اثنتين وثمانين للهجرة إذن هو ولد في زمن مناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى أحدا وقيل أنه لقي أنس ابن مالك رضي الله عنه هذا الإمام العظيم شعب بن الحجاج بن الورد العتكي قال عنه سفيان الثوري قال كان سفيان الثوري يخضع له ويجله سفيان الذي ترجمنا له في مجالس عدة من كتاب سير علام النبلاء متى لقياه شعبه أو سمع بشعبه فإذا به يخضع له أي يتواضع له ويجله أي يوقره ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعب أمير المؤمنين في الحديث وقال الشافعي لو لا شعبة لما عرف الحديث بالعراق انظر لما عرف الحديث بالعراق إذن الله عز وجل يوسر ناسا يحمل دعوة الأنبياء فالذي نشر الحديث وابتدأ نشره هو شعبة هو شعبة من الحجاج وحتى في البدايات سوف تكمن الصعاب فدائما السبق له فضيلة من سبق في وقت كانت البدعة أو كان الكفر قل ياذب الله فسبق إلى نشر السنة والدعوة إلى الإسلام ليس كمثل حال الذي جاء ويريد أن ينشر السنة والأمور مذللة وميسرة فمن سبق له هذه فضيلة فكان هذا حال شعبة أنه من السابقين لنشر الحديث في العراق وكان من الذابين عن السنة قال البغوي سمعت جدي أحمد بن منيع سمعت أبا قطا يقول ما رأيت شعب ركع قط إلا ظننت أنه نسي من طول الركوع أقول لعله نسي أنه راكع لكن كيف ينسى وهو راكع ربما نسي ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي إذا ننظر هذا حال شعبة في العبادة أنه إذا دخل في الصلاة أطال فيها حتى أن الناظر إليه يظنه قد نسي أنه ساجد أنه راكع أنه بين السجدتين فهذا إن دل دل على أنه كان من العابدين وهذا الجمع بين العلم والعبادة لم يظفر به الكثير فهذه ميزة من أكرمها الله عز وجل لشعبة أنه جمع بين العلم وتعليم الناس والدعو إلى الله والعبادة قال قال أيوب أيوب من أبي تميمة وهذا إمام من أئمة التابعين لأنه رأى أنس قال الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط يقال له شعبة هو فارس في الحديث لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل فالذي عرف بشعبة عندما نزل البصرة هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السخدكاني فهذا العالم دل على شعبة وهذا حقيقة من التكامل بين العلماء التكامل بين العلماء فالأصل في العالم أن يحث الناس على السماع من فلان وفلان ممن هو على السنة وممن هو على طريق الحق ويسبق ذلك لقاءات وتعارف وعرض للعلم قال يقال له شعبة هو فارس في الحديث فإذا قدم فخذه عنه قال حمد فلما قدم أخذنا عنه إذن من أسباب نشر العلم نعم هو شعبة لكن الذي دل على شعبة أيضا هو من أسباب نشر العلم أيوب بن أبي تميمة وأيضا قال عن أبيه قال قومنا حمار شعبة شعبة كان له حمار وليس فرس وليس حصان حمار قومنا حمار شعبة وسرجه يعني الذي يجعل فوق الحمار ولجامه الذي يمسك بوجهه قال بضعة عشر درحما يعني كان من العلماء الفقراء وكان رحمه الله يفرغ وقته للعلم والعبادة ولا يسأل عن هذه الدنيا الفانية جاءت أم لم تأتي المهم أن أوقاته معمرة بطاعة الله وبالعلم قال يحيي القطان كان شعبة من أرق الناس يعطي السائل ما أمكنه انظر بالرغم من فقره إلى أنه متى أتيح له المال وعرف الذي أمامه أنه فقير بداه على نفسه طبعا أنت يا شعبة بحاجة أنا أعطي أنا أصبر لكنه قد لا يصبر تفضل خذ يعطيه الله أكبر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال أبو دوود الطيارس كنا عند شعبة فجاءه سليمان ابن المغيرة يبكي وقال مات حماري طبعا الحمار في ذاك الزمان إخواني في الله بمثابة السيارة في زماننا فأولا تركب عليها تذهب إلى مشوارك اثنين تنقل عليها بضاعتك وقد تتاجر و فهي مثابة السيارة قال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي الآن لا أستطيع أن أذهب إلى الجمعة بسبب بعد المسافة كنت أركب إيش الحمار فأذهب وذهبت حوائجي قضاء حوائجي التي كنت أنقلة على الحمار ذهبت فبدأ يبكي من سليمان من المغيرة فقال له شعبة بكم أخذته قال بثلاثة دنانير مبلغ بثلاثة دنانير قال شعبة فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرها ثم دفعها إليه هذا كأنه كالخيال إنسان لا يملك إلا ثلاثة دنانير يقدمها إلى هذا الفقير لكي ينشله من هذه المصيبة التي نزلت به هذا إن دل دل على ديانة واستقامة ودل على الزهد في هذه الدنيا ودل على إيثار لإخوانه ماذا تريب من المناقب أذكرها في هذا الفعل قال الأصمعي لم نر قط أعلم من شعبة بالشعر لم نر قط أعلم من شعبة بالشعر قال لي كنت ألزم الترماح وهو من شعراء العرب فمررت يوما بالحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة من التابعين وفقيه ومحدث ليس من الشعراء فمررت مرة يوما بالحكم بن عتيبة وهو يحدث فأعجبني الحديث أي شرح الله صدره للحديث وقلت هذا أحسن من الشعر فمن يومئذ طلبت الحديث إذن انظر مباشرة شرح الله صدره للحديث وترك الشعر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فبعض الناس تكون الدروس الشرعية متاحة أمامه والكتب موجودة ومع ذلك لا يقرأ شيئا ثم بعد ذلك يقول لك أريد أن أذهب لأدرس اللغة العربية أدرس الشعر أدرس الأدب أدرس النثر أدرس التاريخ أدرس الكيميا أدرس الفيزيا ويترك الم الشريع وهو بين يدي متاح أبوه من طلبة العلم يعلمه لا يريد كتب موجودة في البيت لا يقرأ بينما ان شرح صدره إلى الكيميا ان شرح صدره إلى الأدب إلى الشعر إلى التاريخ ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاف هذا شعب نشع على الشعب وأصبح قويا فيه ولكن الله عز وجل يسر له أن سمع أن سمع من الحكم من عتيبة يحدث مع الفقه فأقبل على الفقه والحديث وترك الشعر قال شعب كان قتاد يسألني عن الشعر فقلت له أنشدك بيتا وتحدثني حديثا أنشدك بيتا وتحدثني حديثا يعني واحد ابو واحد انظر قتادة من دعامة السدوسي من تلميذ أنس رضي الله عنه وهو فقيه محدث وعندما التقى بشعبة وشعبة كان قويا في الشعر قال لن أعطيك بيت من الشعر لكن أنت تعطيني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مهدي قال سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلاة الرحم فهل أنتم منتهون شعبة يثير مسألة مهمة جدا وهي أن هناك من علوم الحديث ما هي ملح وليست هي الأصل ويبتعد عن الأصل وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة كيفية الحكم عليه ومعرفة فقه أي دراية ورواية وتجده ينشغل بيئة طرق للحديث الصحيح الانشغال والسفر من هنا وهناك لجمع الطرق للحديث الصحيح من باب التكاثر الهاكم التكاثر ويكون على حساب الفرائض وصلة الأرحام وقراءة القرآن نحن لا نمانع أن تبحث عن الطرق لكن لي يكون على حساب الواجبات والفرائض فهذا المبحث أو أنه يتوسع في مبحث نظري لا ثمرة منه ويمكث الأشهر ويسر الليالي على مبحث ملح وليس صلبا فهذا الذي قصده شعبا ثم تقول له صل رحمك الله من فاضي احش هد صلاة الجماعة ان شاء الله ان شاء الله بلحقك وهكذا طب قرأت القرآن قرأت فعشار للمصحف كامل لا لا والله ما قرأت فهل أنتم منتهون قال سعد ابن شعبة سعد ابن شعبة هو ابن شعبة قال أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه يعني الحبر الذي عليها أمحوه حتى لا تقرأ طب لما قال فغسلتها قال الذهبي قلت وهذا قد فعله غير واحد بالغسل وبالحرق وبالدفن خوفا من أن تقع في يد إنسان واهن أي ضعيف يزيد فيها أو يغيرها يعني خشية أن تكون هذه الكتب الأصول هو درس الطلبة وكتبوا عنده وكتبوا في كراريسهم وفي لوحهم ما يريدون لكن الأصل خشية أن يأتي شخص ويقول لا أنتم نقلتم خلاف ما في الأصل فيأتي فيزور فيدخل فأمر بإطلافها وباقي العلم بقي عند الطلبة فلم يضيع أي شيء من علمه قال الشافعي كان شعبه يجيء إلى الرجل يعني الذي ليس له ليس أهلا للحديث بعض الناس يتجرأ هو ليس أهلا للخطابة فيخطب ليس أهلا للتدريس فيدرس ليس أهلا للحديث فيحدث فيقول له لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان أي أنا شكوت عليك للسلطان والشكوى للسلطان لمنع الباطل هذا من مقاصد الشرع فهو يتجرأ فيتكلم في الناس وليس أهلا وهذه جرأة ما زلنا نراها حتى في هذا الزمان تعلم لا أريد أن أتعلم لا وقت جرأة على الإمامة جرأة على التدريس جرأة على الخطابة جرأة على التأليف وخصوصا مع انتشار النت الآن كل يدلي بما عنده وخصوصا في وصائل الاتصال الجماعي قال أبو زرع سمعت مقاتلا وهو ابن محمد يقول سمعت وكيعا يقول إني لأرجو أن يرفع الله لشعب درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من يعمل على الذب عن السنة ويعمل عن الدفاع عن الإسلام ويعرض الإسلام صافيا ويدافع ومنهم يصلي ويصوم صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وقراتك القرآن لنفسك لكنك لم تدافع عن دين الله ولم تذب عن السنة فماذا تنتظر لا شعب كان يذب عن السنة ويدافع عن الإسلام قال أبو الوليد قال لحمد بن زيد قال إذا خالفني شعب في حديث صرت إلى قوله يعني إذا شعب ذكر الحديث وأنا ذكرت شعب مقدم علي طب ليش مقدم شمال شعب قلت كيف يا أبا إسماعيل يعني ما هو السبب قال إن شعب كان لا يرضى أن يسمع الحديث عشرين مرة بعض الناس يقول لك هذا الدرس أنا حضرته حضرته مرة مرتين شعب كان يحضر الدرس عشرين مرة لكي يتمكن من نقل السنة وأنا أرضى أن أسمعه مرة فهو يعني يتهم نفسها اللي حضر عشرين من زي اللي حضر مرة وحدة قال سمعت أبي يقول لما مات شعب أريته بعد سبعة أيام أي رأيته في المنام وهو آخذ بيد مسعر مسعر من كدام من كدام من المحدثين الكبار وعليهما قميصا نور فقلت يا أبا بستام ما فعل الله بك قال غفر لي قلت بماذا اسأل نفسك نصال الله أن يغفر لنا ولكم يا جماعة قال بصدقي في رواية الحديث ونشره له وأداء الأمانة فيه انظر هاي الأمور الثلاثة قال بصدقي في رواية الحديث يا من تروي الحديث صادقا تبحث عن الحديث الصحيح وترويه للناس وتنشره بين الناس وتؤدي الأمانة في فقه وأن كنت لا تعلم قلت لا أعلم قال سمعت شعبه يقول من طلب الحديث أفلس لم يعد عنده مال السبب أنه يحتاج إلى نفقه حتى يتنقل على المشايخ ويأخذ علمهم قال بعت طصد أمي بسبعة دنانير وصل إلى مرحلة أنه باع طصد الأم طنجرة الجاط تعامه باعه مقابل أن يذهب ليطلب العلم ومع ذلك ففضل الله يؤتيه من يشاء فكم من إنسان رمى الدنيا ومع ذلك أتته راغمة قال قال لي شعبه عبد الرحمن يقول كتبت عن أب المهزم خمسين حديثا فما رويت عنه شيئا ليش لأن هذا الشخص ضعيف لكني كتبت أحاديثه الضعيفة إذن هو عرف الضعيف لكي يحفرها ويتجنبها قال سلم بن قتيبة ربما سمعت شعبه يقول لأصحاب الحديث يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن احذر أن يكون تقدمك في الحديث مشغلة عن كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا ودراسة وفهما وتطبيقا قال سمعت شعبه يقول تعالوا نغتاب في الله نغتاب في الله كيف نغتاب في الله أي نذكر الرواه هذا ضعيف هذا صدوق هذا كذاب هذا يخطئ هذا غيبة لكن هذه غيبة فيها أجر لأن هذا بيال للحق قال قال لي شعبه لزمت السوق يقول لأبي ربيع السمان قال لي شعبه لزمت أو لزمت السوق فأفلحت أنت أقبلت على الدنيا وتركت مجالس العلم فأفلحت أعطاك الله من الدنيا ولزمت ولزمت أنا الحديث فأفلست من ناحية الدنيا أنا أفلست لكن أكرمني الله إيش بالعلم النافع وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبه كنت آتي قتادة فأسأله قلنا قتادة بالدعام السدوسي تلميذ الإمام مالك قال أسأله حديثين فيحدثني ثم يقول أزيدك أقول لا انظر هذه الدقة فبعض الناس لا يستطيع أن يستوعب أكثر من حديثين تجده في كل يوم يحضر درس طب كويس هل هذه الدروس تراجعها لا هل هذه الدروس تحفظها لا هل هذه الدروس من يتابعك فيها لا إذا الملفة إذا أنك تحضر في الأسبوع عشر دروس وحقيقة أمرك أنك لا تستفيد من درس بينما تحضر درس واحد وهناك متابع من الشيخ لك وتثمر وتنتج خير لك من عشر الدروس فكان شعب يقول لا حتى أحفظهما أتقنهما انظر رحم الله رأى أن عرف قدر نفسه أعطيك درسه حديثين أزيدك لا فقط حتى أرجع فأحفظ وأتقن ثم أرجعه إليك قال الذهبي قال المبرد سمعت شعب يقول ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب انظر ثلاثة أرباع الأحاديث التي كانت في ذاك الزمان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذب وينخل ويصفي ووصلتنا السنة صافية صحيحة ثم يأتي أحدهم ويقول هذا حديث تفرد به شعبة هو لا يعرف من شعبة ماذا شهد له أهل العلم وماذا قالوا فيه وماذا فعل انظر ماذا يقول ابن المبارك قال كنت عند سفيان سفيان بن سعيد من مسلوق الثوري اذ جاءه موت شعبة فقال مات الحديث الله أكبر موت شعبة اعتبره موت للحديث أي مات من ينشر الحديث من يعلم الحديث مع أنه هناك علماء كثر لكن لا يصل إلى درجة شعبة قال قال الإمام أحمد كان شعبة أمة وحده الله أكبر كان شعبة أمة وحده أي أننا لو جعلنا الأمة في كفة وشعبة في كفة لوزنهم لوزنهم وغلبهم من كثر ما نفع الناس من كثر ما طبق من شرع الله اسأل نفسك ما حالك في نفع الأمة قال كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن قال عبد السلام ابن مطهر ما رأيت أحدا أمعن في العبادة من شعبة ثم قال اتفقوا على وفاة شعبة سنة ستين ومئة بالبصرخ فقيل مات في أولها والله أعلم نختم قال محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا بقية سمعت شعبة يقول إني لأذاكر بالحديث أن يلتقي معي عالم أو طالب علم فتصبح بعيننا مذاكرة ماذا عندك ماذا عندي من أحاديث إني لأذاكر بالحديث يفوتني يعني في أحاديث فاتتني فأمرض وصاب بالمرض أن هناك أحاديث لم أقف عليها وقال مظفر بن مدرك ذكروا لشعب حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزنا هؤلاء أهل الحديث الذين حالهم وشغلهم هو سماع حديث رسول الله صلى الله وفهم معناه وتطبيق ما فيه نسأل الله عز وجل أن نكون نحن وإياكم ممن يستمع القول فيتبئوا أحسنه والله لها دول موفق وصلى الله وبرك على محمد وعلى آله وصحبه وصول الله وصول الله